تقريباً في كوريا ما سمعوش على الخناقات بتاعت الفيسبوك بين تيم سوهو وسجون وقت عرض ترو بيوتي فالمرة دي عملو لنا مسلسل في أربع أفطال وكلهم أحلى من بعض بحيث نعلب ليفل الخنات أكتر فيلا بينا نشوف البطلة تختار مين فيهم ولكن قبل نبدأ تاكنك عائموا لايك الفيديو سبسكراي في القناة لو انت رسمش مشترك وكمان نفعل جرس الإشارات عشان يمصلك كل جديد ويلا بينا نبتدي وهي ماشية في طريقها عادي لقيت واحد بيغبط فيها فكأي حد في الموقف ده لسه هتقوله ما تفتح أو تزعقله لقيته أمور جداً فقالت عادي بتحصلية سلام وروحت بيتها فرحانة أنها قابلت ولا تحلو زيدة حتى ولو لسواني يعني ساعتها كلموها صحابها اللي تعرفت عليهم من النت وكانت واحدة منهم عندها مشوار مهم جداً بس في نفس الوقت بتشتغل في سوبر ماركت ومش هتعرف تروح بسبب شغلها فبنتنا الجدعة قالت لها عنك حبيبتي هاخد أنا مكانك اليوم ده قولي بس لمديرك فالتاني قالت لها مديري موافق يلا تعالي راحت لقيت واحد مش واحدة أصلاً وهي اللي فهمت اسمه غلط كل ده لأ وكمان لقيته نفس الود الأمور اللي خبطها قبل كده فيا ما حسن الصدف اشتغلت مكانه فعلاً وجالها على بالليل كده زبون مدي لها موبايله كأنه بيقول لها تكتب رقمها فمعرفتش تكتبوله ولا يكون مش بيطلبه ولا حاجة وتحرق نفسها بالذات انها في شغلها القديم قبل كده زبون جالها وقال لها تشرب العصير اللي اشتراه لها وما صدقت وفتحيته فعلاً لقيته بيقول لها وحضرتك بتنييلي ايه وكان بيكلم حبيبته في التليفون وعايز العصير ليها فقررت ما تحطش نفسها في موقف محرق زيدة وراحت قال له بص يا ابني مفيش شحن هنا قال لها شحن ايه يا بنتي بس سنعايز رقمك فعلته لدت هولو جيب الليل صاحبها يطمن على شغل لقاها استمتعت جداً بالذات انها عندها خبرة في مجال الشغل ده فاقترح عليها تشتغل معي قالت له لا يا عم ومديرك مش هيوافق وبتاع قال لها لا ما انا المدير فقالت لا بقى حيس كده موافقة وراحت تاني يوم الصبح لشغلها لقيت الوقت بيسلمها لشفت بيستعبط كده وبيقول لها انها تأخرت مع انها وصلة قبل معادها يعني بعشر دقايق فيعني يومها ما كانش قلطف حاجة ده غير انه اول ما ميشي جات بنتين كده في سنة ويدوروا عليه لما ملقهوش ميشي وبقلت زوء ومعبرهاش اصلاً فبقيت مستغربة جداً مهتمين ليه بي ده فاسمعها وهي بتستغرب كده فبقيت مكسوفة منه وبتتمنى ما تقبلهوش تاني فدلت في الشغل الحد بالليل وجالها زبون كده بيدور على عصير معين ملقاش منه خالص معروض الا واحد هي مشتريه لنفسها فالبيجي حالها انه عايزه وقاعد يقولها هيشتريه وهي تقوله ايها ديك يراضيك ما انا اشتريته لنفسي يا ابني وهو ابداً هشترينا برضو فصدعت منه بتبص لاية الواد الكيوتة ده جاي يسلم عليها وكمان مديرها فبقيت مش عارفة هو قرر شغلها ده كان صح ولا هيجيب لها اصداع هو من ناحية هيجيب فهيجيب عادي بس عرسان تاني يوم وهي بتنظم البضاع في المغزن كانت هتتقلب على ظهرها لو لازمي لها جالها وهو بقى انقزها فاتكسفت منه اكتر ورجعت على شغلها اللي جالها فيه الايدول ده تاني وهو ماشي يجيب عصيره لا عيل مش عارف يوصل للعصير اللي عايزه فبكله طيبة جابهوله لا الواد فتح في العياط واشتكل بابا كمان انه هو بيخوفه فجت هي ودفعت عنه انه اكيد يعني ما عملش حاجة للواد ويتأكده من الكاميرات احسن فعلا عمله كده واعتذر له ابو الولد وهي اكتشفت قد ايه هو لطيف مع الاطفال ومعاه هي كمان علشان تاني يوم جاب لها العصير اللي بتحبه وبعد ما زقططت به طلع جايبه علشان عليه عرض مش اكتر فقالت له يا اخوة طالما بقى نصح كده وبتوفر بطل سجاير احسن واعمل لاخرتك ففعلا تاني يوم لما جيه مجيكش سجاير وقال لها انه هيحاول يبطل كمان ففرحت له جدا مشي من هنا ودخل الكيوتة التاني يعزمها على سينما متحجج انه جابت اسكرتين للفيلم ومش لقي حد يروح معاه فوافقت روح لسه هيفرحوا انهم خارجين سوا لا ولدين لسه في سنوي بيستعبطوا وعايزين يشتروا سجاير وده ممنوع في كوريا ومتحججين انهم مش معاهم بطايق وبيجدبوا انهم في جامعة ولما ما وفقتش اتباع لهم قالوا ادابهم عليها فعلطول الكيوتة تدخل بس بما انه يعني انطف من البطلة اصلا معرفش يسلك معاهم لقوا ايه كانوا كمان هيدربوه لو لازم لها تدخل وانقزها فيعين الكيوتة بقى متضايق جدا ان مش هو البطل بقى اللي انقزها وكده بس وعدها بعد كده هيدرب اللي يضايقها فاستلطفته قوي وراحت على شغلها تاني يوم لقيت صاحبها بيعرض عليها برضو تروح معاي يشوفه فيلم فعلطول قالت له انها تروح معا التاني اللي جيب سرعة يغيزه بقى وبتاع فالغدت صاحبها راح يقول لهم تصدقوا انا ممكن اجي معاكو فساعتها البطل قالت له تصدق انت اللي ابن حلال روحوا سوا بقى انتو اللي اتنين عشان انا مش فضي اصلا فما تفهموش وفاره ولا ايه وما رحوش واحملوا الفيلم من ايجي باستعادي المهم يوم بيعدي وراينف شغلها والضغطات بتزيد فلاحظ مدرها ده ويخلى زميلها يبقى معاها في نفس الشفت يساعدها يعني وفعلا جي وعمل كده وحتى لما لاحظ انها تعبت وقعدة في الحمام مكسوفة تخرج ساعدها فكبر في نظرها جدا وحست كده انه جينتل مش قليل الزق زي ما كانت فكرة بالزاد انه كمان جايب لها كده سندويتش تاكله تسند بي نفسها في نفس اللحظة برضو جاب لها مدرها اكل فساعتها اخترت اكل زميلها احسن وده كسف مدرها سيكا اللي فجأة لقى شكاوي كده متقدمة ضدها كتير لدرجة انها اضطرت تمشي من الشغل طلع البنتين بتوع سنوي اديقوا من اربعة من زميلها وقدموا فيها شكاوي طبعا كد فالمهم قررت يسيب الشغل احسن لما سمع كده الودي الكيوتا قال لهم لا بقى احنا لازم نعمل حفلة للوداع فرحب بالفكرة جدا صاحبها وعزمتهم هما الاربعة ورحب موديها ومطعم هي الوحيدة اللي بتحب اكله يعني العيال زهقت من الاكل فقالوا ما تيجوا نلعب فاستغل الفرصة مدرها وقال اللي بيحب حد هنا ينزل ايده والاربعة عملوا كده الحمد لله ان المسلسل مش انتاج نتفلكس المهم البطلة بنفسها نزلت ايدها كمان معنى كده انها بتحب واحد منهم فتفتكروا مين قعدت توصفه لاختها تاني يوم قد ايه راجل كده وفي نفس اللحظة كيوت وحنين معاها ده غير طبعا انه امور شبه الايدولز يعني لو عرفته هي اخترت مين لحد هنا وقفوا الفيديو وخمنوا في الكومنتات هو مين عموما يعني طلع زملها انا فرحانة بس عشان حاجة واحدة ان العيال بتوع سنوي دول اضغازوا مش اكتر وبصراحة برضو اختيار موفق الولد امر من ينكرش وكده الفيديو يكون خلص ما تنسوش تابعوني على انستجرام على نجار 22 وكمان تابعوا قناتي التانية على نجار فيلوغز لو مهتمين وباي اشوفوا في فيديو بكرة